على مشارف المطارات تتغير قوانين الصفر بين لحظة واخرى فالمتحور الجديد اوميكرون خلط اللوائح وصنف الدول وفق درجات الولايات المتحدة الامريكية تطلب من المسافرين الراغبين في دخول بلاد العمصام اظهر فحص سلبي لاختبار كوفيد 19 خلال 24 ساعة قبل الصعود الى الطائرة عوض 72 ساعة كما كان معمولا به سابقا بغض النظر عن جنسية المسافرين وتلقيهم التطعيم سواء كانوا مواطنين امريكيين او اجانب قادمين على متن رحلة الى الولايات المتحدة فقد تغيرت نافذة الاختبار المتاحة وانخفضت من 72 ساعة الى يوم واحد اذ يجب اثبات نتيجة الاختبار السلبية كما مددت اجبارية ارتداء الكمامات في وسائل النقل الى غاية 18 مارس المقبل هذا واوسط السلطات الامريكية رعاياها بتجنب السفر الى عشر دول منها فرنسا والبرتغال وقبروس واندورا في القارة الاوروبية وكذلك الاردن وتنزانيا اذ قالت مراكز الوقاية من الامراض ومكافحتها ان المسافرين الملقحين بالكامل يمكن ان يواجه خطر الاصابة بالمتحاور الجديد اوميكرون ونقله في اوروبا عقد المدير الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية اجتماعا مع الخبراء لبحث المراجعات المتعلقة بلقاح جونسون ان جونسون بشأن اخذ جرعة او جرعتين في حين اكدت المنظمة ان اجبارية التلقيح ضد كورونا تبقى الحل الاخير ولا تطبق الا بعد استنفاذ جميع الخيارات الممكنة في بريطانيا كشفت دراسة حديثة انه لا حاجة للالتزام الصانم بمنح جرعات من اللقاح نفسه مؤكدة ان اعطاء جرعة اولى من لقاح استرازينيكا او فايزر تعقبها جرعة ثانية من لقاح موديرنا بعد تسعة اسابيع تمنح الاشخاص استجابة منعية اقوى من غيرهم معدوا الدراسة قالوا ان نتائجها تحمل املا للدول الفقيرة في منح مواطنيها جرعات لقاح من شركات مختلفة كما ان حملات التطعيم ستجرى بشكل اسرع